اجمل تحلية ممكن تعمليها وتقوم تنفذيها وانتهى السهولة ومقدرها بسيطة ومكوناتها كلها في البيت وزي ما تشايفين كده شكلها تحفة وطعمها كمان خيال يعني حاجة كده بجد ترتب على القلب كده في الصيف ده والحر اللي احنا فيه ده حاجة كده حلو قوي لو وصلت معي هالعيد هنا ما تنسيش بقابل لايك وشير وسبسكرايب لقناتي قناة مششف وشايفين يلا بقى بينا ندخل بقى على المقدير ونشوف مقدرنا ايه في الوصفة الحلوة دي اللي هننفذها مع بعض دلوقتي حاجة كده حلوة قوي قوي يلا بينا معي هنا خمس حبيات من البطاطا انا غسلتها كويس قوي وقشرتها وكمان معي آآ كريم آآ كريم كرامل ومعي نص كباية من السكر وكباية من المية لتسوية البطاطا كده خلاص بقى هاخد البطاطا بتاعت وارفحها على النار عشان السكر والبطاطا تتكرملوا كده مع بعض زي ما نشايفين الجمال ده كده البطاطا بتاعت استاوت حلو قوي وشايفين لونها والكرمالة اللي هي فيها حاجة كده حلوة قوي قوي وحتعجبكم ويلا بقى بينا معي هنا نص كيلو من اللبن كده حطته في شاشق الخلاط وكمان هنزب البطاطا المتكرملة كده في في الخلاط هنزب بكل الكمية وخمس حبيات من البطاطا هاخد كل حاجة في الحلة كده وانزل بيها يلا بقى وكمان هاخد باكت من الكريم كرامل وحطه كده مع مع المكونات كلها هاخد بس باكت واحد يعني العلبة فيها اتنين باكت انا هاخد ايه باكت واحد حابة بقى اضيفي سكر اضيفي انا هنا ما ضفتش سكر لان الكريم كرامل في سكر والبطاطا كمان فيها سكر زي ما انتو شايفين هنا بقى انا دربت كده المكونات كلها مع بعض حابة ان انت تصفيها صفيها لكن هي بصراحة مش محتاجة ونعمة زي ما انتو شايفين كده مش محتاجة ان انت تصفيها خالص وهنزل بكل المقدار اللي انا ضربته في الخلاط حنزل بقى في نفس الحلة اللي فيها كرملة البطاطا وحرفحها بس على النار مجرد ان هي اه تاخد لها غلوة واحدة بس شايفين انا جبت هنا اه البولات بتاعتي نزلت بالكرامل اللي مع الكريم كرامل الكيس اللي هو السكر المحروق ده انا اخدت الاتنين باكت اللي في العلبة مش حابة يبقى معاك كتير يعني ان انت تحط كمية كتيرة اه اخد باكت واحد الكمية دي اعملت عملت لي خمس بولات اه من الكريم كرامل اللي انتو شايفينه ده خلاص هي كده المكونات خضت غلوة واحدة بس على على النار وزي ما انت رايفيني الشكل واللون تحفة احب دق با اعملت كده البولات بتاعتي حابة تحطها في البولات كبيرة البولات على اللي انت موجودة عندك احطها فيها شكلها تحفة اوي اوي وطعمها يعني اتمنى انت تجربيها تقومي دلوقتي تجربيها ان شاء الله هتعجبك وكمان مغزية عشان فيها بطاطا كمان البطاطا طبعا كلكم عارفين امية البطاطا البطاطا لها قيمة غزائية حلوة اوي لولادكم في الطريقة ديت لوولادكم مش بيها تحب البطاطا هيحب البطاطا من هنا لان مش هيحسوا بتاعماه خالص هنا حمسح بقى البولات زي ما انتوا شايفين كده عشان بس تبقى شكلها نظيف كده ما تبقاش من برة فيها اي حاجة واخد بقى كده البولات دي ودخلها للتلاجة بعد ما تبرج وكده انا دخلتها للتلاجة بعد ما طلعت من التلاجة شايفين التماسك شايفين هي بتتحرك كده من البولة لكن انا مش هتوقع خالص من البولة شايفين بقى الشكل النهائي بتاع عايزين نقولوا تحليلت بطاطا بالكرامل زي ما تقولوا اللي انتوا حابين تسموها سموها بقى بيها بس عايز اقولوك الطعم في الاخر طحفة يلا بقى اقوموا ونفذوها واكتبوا ليه في الكومنتات باي باي